بعد أن اعترف بايدن بنفاذ صبر واشنطن تجاه إيران والتي قال إنها تماطل وتستنفذ جميع الفرص فيما يخص جديتها في العودة إلى الجلوس حول طاولة المفاوضات فإنه أكد أن المدة التي ما زالت واشنطن مستعدة لبذل جهود دبلوماسية خلالها بدأت تنفذ فعلا وأشار إلى أن إدارته وضعت الشروط المطلوبة لإحياء الاتفاق إلا أنها لن تنتظر إلى الأبد استجابة طهران وفي الوقت الذي أكدت فيه جهات أمنية واستخبارية أميركية أن إيران طورت من عمليات تخصيب اليورانيوم مستقدمة تكنولوجيا حديثة غير أبيهة بكل ما يجري من ضغوطات دولية عليها وفي الوقت الذي أكد خصوم بايدن من الجمهوريين وعلى رأسهم سلفه دونالد ترامب تساهله غير المبرر مع طهران حول برنامجها النووي تعهد بايدن بأن إدارته ستستخدم كل قوتها لمنع إيران من حيازة السلاح النووي في المقابل رد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على ما وصفه بتهديدات بايدن تجاه بلاده بقوله ما نصه أي خطوة خاطئة من قبل واشنطن ستقابل برد صارم ومحكم ومباشر ويرى المراقبون أن الفشل المتتالي للمفاوضات ومماطلة إيران واستمرارها في تخصيب اليورانيوم ربما نقلت المواجهة بين الجانبين إلى مرحلة الحرب الكلامية التي يصفها محللون بأنها المرحلة التي تسبق المواجهة المسلحة خاصة بعد نفاذ صبر العالم أجمع على تعنت إيران التي يبدو أنها ساعية لتفيير حرب جديدة وإن اندلعت ستدخل المنطقة العربية في أزمات قد يطول أمدها إلى حين فإلى أي المآلات ستنتهي هذه المنازلة التي استمرت جولاتها لسنوات؟ ترجمة نانسي قنقر